الطاقة العامة لك بر الحمل أنت في وضع تواصل مع الروح أنت في وضع تواصل مع الله في طاقة الوحدة والمحاسبة النفس والجلوس مع النفس أنت بعيد عن كل الناس وكأنك إنسان متدين ومتواصل مع الله في هذه الفترة وبعيد أنت قررت أن تبعد عن الحبيب أو تبعد عن الناس من حولك لأنك تريد أن تتواصل مع الله ومع الروح فاحتمال بأنكما أجل أنت والحبيب متواصلين بالروح بشكل كبير فأنتما تحبان بعضكما كثيرا وهو يعمل الآن يجده يعمل استشفاء أجل إن الحبيب قد مر في أيام صعبة جدا احتمال بأنه خسر بها شيئا كثيرا كبيرا احتمال أنه خسر بها مال أو مشروع أو عمل وهو جدا متعب ولأنه قوي الشخصية وقادر على أن يقوم ويعود إلى ما كان عليه سابقا فهو قوي جدا بفضل إراداته الصلبة قد استطاع أن يتخطى هذه الأزمة والوقوف على رجليه من جديد والحصول على وضعه على استقرار مادي وعملي في هذه الفترة وهو متمسك باستقراره العملي والمادي في هذه الفترة وهو يظهر بأنه متباعد أيضا عنك وأنت متباعد عنه وهو في وضع استشفاء أو جلوس لوحده لأنه أيضا هو جدا متعب ويريد أن يأخذ قسطا من الراحة أو ربما تفصله عنك مسافات ربما تكونان في بلدين مختلفين أو ربما تكونان منفصلين ويوجد بينكم اختلافات دينية مسافات أعمال اختلافات اجتماعية بين الأهل لنقرأ هذه هذه طاقتك هذه طاقتك أنت في هذه الفترة في طاقة خوف وابتعاد وقلة ثقة بالنفس فأنت أصبحت في هذه الفترة تخاف من جميع الناس من حولك وعندك قلة ثقة بكل الناس وفي الحبيب وأنت تشعر بأنك وحيد وبأنك لا تريد أن تتعامل مع أي شخص في هذه الفترة وأنت تحمي نفسك بأي شيء أنت مستعد لأن تدافع نفسك بأي شيء وبكل قوة الحبيب هو في هذه الفترة هو في وضع استقرار استقرار مادي وعائلي وربما حصل بينكم انفصال وهذا ما يجعلك أعظيم ثقة وخائف من كل رجال أنت احتمال بأنك سэ Ibura مختلفة في جميع Joey لأنه أيضاً ممكن أن يكون انتقل إلى زوجة أخرى أو في علاقة أخرى وهو الآن في وضع استقرار مادي وعائلي. أنت ترى الحبيب بأنه الآن متباعد عنك وهو في أعماله ومشاريعه أو أنه في علاقة ثلاثية مع امرأة أخرى. وأنه في وضع استقرار أيضاً. أنت هكذا تراه وهو يراك بأنك أيضاً متبتعد وخائف وأنك وضعت بينه وبينك الحدود ولم تريد أن تتعامل معه مرة أخرى. فهذه نفس الطاقة هو يشعر بك مثل طاقتك. أنت هنا خائف ونفسيتك متعبة جداً وعدم الثقة وهنا أنت أيضاً خائف وتحاول أن تدافع عن نفسك بكل قوة وتحاول أن تبعده عنك ولا تتقرب منه. ماذا ينوي الحبيب؟ أنت يظهر بأنك تعرضت لموقف جداً صعب بالنسبة مع الحبيب. فهو يظهر بأنه فقدت الثقة به عمل جيئاً ما حب عليك تعرف على امرأة أخرى فأنت بهذا فقدت الثقة به وبكل الرجال. والآن هو ينوي على أن يصالحك ويضع نفسه في محكمة أمامك. فهو سيضع نفسه في محكمة ويقول لك حاكمي بالطريقة التي أنت تريدها. ماذا تريد؟ أنا مستعد لكي أعمل لك ما تريد. فهو يربما أن يكون قد أخطأ ولكنه هو أيضاً في هذه الكروت يظهر بأنه مشتاق إليك جداً واحتمال بأنه يوجد بينكم أبناء وقد حصل بينكم سوء تفاهم وهو الآن ندمان جداً وحزين ومشتاق لكم جداً. هذه خطواته المستقبلية هو يريد أن يضع نفسه بين يديك ويضع كل الاحتمالات الممكنة أو الفرص التي ماذا تريد؟ هو يريد أن يضع أمامك خيارات عدة خيارات كثيرة. ماذا تريد؟ هو سيحقق لك ماذا تريد وماذا ترغب. يظهر بأن هذا الإنسان هذا الحبيب هو مستقر مادياً جداً ويريد أن يحقق لك ماذا تريد وقل له فهو يريد أن تحاكمه وتصدر عليه أي حكم أنت تراه مناسباً. وهو مستعد لتنفيذ ماذا تريد. هو النتيجة لهذه القراءة الرجوع. هو يحن إليك كما قلت. هو مشتاق جداً جداً لذكرياتكم. يبدو أنكما في زواج منذ زمن وبينكم أطفال كما قلت وهو يحن لك جداً ويريد حظماً الرجوع. إن شاء الله في هذه الفترة يريد الرجوع. تقول لك النصيحة أنظر لمن حولك أنظر للناس الذين حولك ولا تكون مثل طاقتك الآن أنت مبتعد وأنت منعزل عن جميع الناس ومتواصل مع الله ومتواصل مع الروح. مع روح الحديد فقط بالروح أنت المتواصل وأنت تمنعه من أن يتعامل معك ويتكلم معك أنت تصده دائماً بهذه الفترة. أنت جداً غضباً منه وحزين. تقول لك هذه الورقة أنظر لمن حولك أنظر إلى هذا الشخص فهو يحبك جداً ويريد الرجوع. جلماً لا يخطئ لا تخف ولا فأنت في طاقة نارية أراك في ثلاث كروت أراك في طاقة نارية فأنت جداً غاضب من هذا الشخص ولا تريد أن تنظر إليه. فأنا أقول لك وهذا الورق يقول لك بأن أنظر إلى هذا الشخص فهو يريد ويريد الرجوع إليك وسيضع نفسه أمامك وماذا تريد منه سينفذه. فأنظر إليه قليلاً ولا تتصلب ولا تكون متصلب الرأي فأنت إنسان متواضع محب وجميع الناس من حولك يحبونك. وأنت إنسان صادق أيضاً فلا تدع هذا الغضب يسيطر عليك وخرج من هذه الطاقة. شكراً لكم موليد برج الحمل على هذه القراءة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. وإذا أعجبكم الفيديو أرجو منكم أن تضغطوا على زر لايك لكي تدعموني في هذه القناة. شكراً لكم.